بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورة التين في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون أولاً ألواه هنا كلطيفة إقرائية تجويدية من ناحية كمال الألفاظ والواو هنا المفتوح من صفاته تليين هذه الواو أو استفال هذه الواو وليس من الحروف المفخمة أو نتيجتها التفخيم ألا وهي حروف الاستعلاء بل عندما نأتي إلى الواو من حروف الاستفال لكن هناك البعض يأتي ويفخم ويقول والتين والزيتون بينما الواو نأتي ونرقق هذه الواو طبعاً هذه الملاحظات التجويدية إضافة إلى بعض الملاحظات التجويدية الفقهية التي لها علاقة بصحة القراءة نستفيد منها لا فقط في قراءة القرآن بل في الأذان وكذلك نستفيد منها في قراءة الأدعية بل وحتى في الخطابة والتين والزيتون وطوري لاحظوا و ولم أقل وطوري وطوري ليس بصحيح بل الصحيح وطوري سينين هذه الكلمة أيضاً من المواضع المهمة التي هناك الكثير يأتي ويحذف الياء ويقول وطوري سينين بينما عندما نأتي إلى هذه الحروف سي بعد حرف السين المكسور عندنا حرف الياء الساكن سينين فقل سينين ولا تقل سينين والتين والزيتون وطوري سينين لاحظ هنا حتى أن الياء من أحكامها المد الطبيعي وحكمه إعطاء المد بمقدار حركتين المد بمقدار حركتين وطوري سينين وطوري سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نأتي إلى هذا الحرف في قوله أحسن ألحاء من صفاته الهمس وحروف الهمس فحثه شخص سكت الهمس فيه فوائد كثيرة إضافة إلى جمالية الكلمات والألفاظ في قراءة القرآن وفي غير قراءة القرآن كذلك فيه فائدة باعتبار أنه يبين لنا الحروف خصوصا إذا كانت هناك في نهاية الكلمات عندما نقف على كلمة وفيها حرفين ساكنين هذا الهمس سوف يبرز لنا اللفظ الصحيح للحروف إضافة كما ذكرنا إلى جمالية الألفاظ لقد خلقنا الإنسان في أحسن لاحظوا إلى الحاء من صفاته الهمس أي الخفاء لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لاحظوا أخواني إلى دقة حرف لفظ حرف السين هناك من يأتي ويفخم هذا الحرف وهو من حروف الاستفال أي نتيجة الاستفال الترقيق لهذا الحرف بهذه الكيفية أسفل سافلين ولا تقول أشفل شافلين نعم عندنا مثلا في العراق وفي غير العراق هناك بعض المحافظات هناك بعض المحافظات يفخمون بعض الألفاظ منها حرف السين عندما يأتي ويقول قل أعوذ برب الناس يقول الناش وهكذا يفخم هذه الحروف لكن نحن نريد أن نأخذ اللفظ الدقيق والفصيح والصحيح ثم رددناه أسفل سافلين ولا تقول أشفل شافلين لكي تميز هذا الحرف أي السين مع حرف الصاد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مع ملاحظة ضمة حرف الراء المفخم المفخم لأنه مضموم فلهم أجر غير ولا تقول غير فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين مع ملاحظة لفظ حرف الذال فما يكذبك ولا تقول فما يكذبك كما يصنع الكثير بعد أيضا ملاحظة لفظ العين ولا تقول بعد بل بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين